قلت أنك تفضلي قرأة الأفكار عن العري عن قرأة في العري أنا دايماً يعني بأكد عن موضوع أنه الناس بيحددوا فكرة الجرأة هي فقط في ملابس أو في تصرفات معينة أو لما أنت بتحكي عن محرمات معينة هي الجرأة أكبر من هيك بس نحن أطرناها بقبلة أو بمشهد أو بلا الفكرة أنه أنت يكون في مياه راكدة وأنت تحركيها، أنت تغيري، أنت تعملي نحن كفنانين، كناس نوعاً ما مؤثرين لازم نحكي، لازم نعبر، ما لازم نشبه الآخرين وللأسف أنه الغالبية العظمى عم تكون صامتة، ساكتة، قابلة بكل شيء قلت مستعدة موت عشان أفكاري أكيد، أكيد أكيد طبعاً طبعاً لأنه الإنسان هو عبارة عن موقف عن فكرة، عن مبدأ بس الموقف والفكرة والمبدأ أعرضوكي لصراعات كتير صراعات وأثمان باهظة جداً محاولة اغتيار، محاولتين لخطف أولادك؟ القصة هي بس يعني فعلاً مراحل صعبة ومواقف صعبة كتير وللأسف كل إنسان بدافع عن مواقفه أو عن أفكاره دائماً بيكون معرض لكتير أشياء ولا كتير أذى من قبل ناس ما بتفهم شو معنات اختلاف الآخر هو رأيك قد يكون صواب، قد يكون خطأ، بس أنت من حقك تقولي رأيك فالآخرين ما بدوا ننفكر ولا نحكي ولا نتغير ولا نغير ولا نعمل شيء أبداً أبداً فهي مو حياة، وقالنا نحنا ما منكون بشر، نحنا منكون كائنات عم تدب على الأرض قلت أثمان باهظة دفعتي مقابل أرائك كتير أغلت من؟ بس أكيد أنا مثلاً ما فيني أحكي عن أثمان باهظة أمام العديد من الناس فعلاً يلي غيروا بالمجتمع، عن أمهات الشهداء يلي قدموا أولادهم عن مؤثرين، مبدعين، كتاب، كتير في ناس قدمت أرواحها وللأسف ما زلنا بوقت رغم أنه معظم الناس بتطالب بحرية من وجهة نظرة بس هنه اللي بيمنعوا حرية الآخر وسماع أفكار الآخر أو حتى القراءة، أي شي بتحكيه في أوصياء وفي ناس بتقولك صح وغلط وحلال وحرام وعيب وصح ما في قيمة للإنسان بحد ذاته يعني فأكيد دائماً نحن أي إنسان عم يحاول يكون حقيقي عم يحاول يفكر عم يكون هو عم يدفع ثمن مهما كان الموقف فهو فكري ولا وطني ولا 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 ما خفتيش من اللي حصل مع أولادك؟ طبعاً خفت يعني هاي من اللحظات اللي كتير بالنسبة لي لومتي نفسك أو رجعتي نفسك؟ عيدتي تفكير؟ بلحظات ممكن فكر ما بلوم نفسي ما بحب لوم نفسي بس بعيد التفكير بسمع الآخرين يمكن الناس تلوم المحيطين من خوفهم ومحبتهم أكيد برجع بقول إنه صعب كون أنا ما بكون أنا إذا أنا ما حكيت ما بفيني باختنق يعني باختنق إذا ما حكيت إذا ما قلت رأيي ما بكون إنسان ما بكون بشر ما بحب كون مع السرب ما بحب كون مع المجموعة بحب أعمل شخصيتي بحالي بكفيني نظرة الاحترام من المحيطين حولي بس أنت قلت رأيي وشنيتي هجوم على أشخاص بعينهم ورجعتي غيرتي قليلا وقت دعمك لبشار الأسد هجمتي كل النجوم وكل الشخصيات العامة اللي كانوا على عكس رأيك ومنهم الفنانة أصالة ورجعتي غيرتي رأيك وقلت لهم أهلا بيكم ومستنينكم نعم أولا أنا لما حكيت مع بلدي ومع السيد الرئيس أنا حكيت لأنه أنا بخاف على بلدي لأنه أنا مقيمة ببلدي لأنه أنا القذائف وقراسي مع كل الإحترام لكل الخيارات الأخرى بس أنا بقيت ببلدي رغم أنه أنا كنت بفترة مهمة جداً ذهبية جداً بمصر العالم العربي بالعقود بي 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 بس لما بلدي بتكون جريحة لما أمي بتكون تعباني أنا صعب أتركها وهذا واجبي بلا فضل ولا منية فأنا لما أعلنت هذا الشي لأني أنا شايفة لأني أنا حاسة وأنا من واجبي أني أحكي كلمة حق ومثل ما قلت لك من شوي أنا ما بحب كون مع قطيع أو مع سرب الفكرة أنه أنا أولا مرة بحياتي الكلمة موسيقى بحق أي فنان وأي شخص كان على خلاف أو فيه اختلاف في وجهة النظر هو ما كانش فيه إثاءة بس كان فيه زي مصدرة على رأيهم وانتقاد علىني ولا بحياتي إذا بتراجع كل مقابلاتي تيجي كل الأشياء اللي عملتها كل المقابلات اللي عملتها إذا فيه إثاءة بيوم الأيام ولا فيه رفض للآخر أنا من حقي والوجهة نظري أنا من حقي دافع بس ولا بيوم الأيام بس من حقك تنتقد ووجهة نظر الآخر ما انتقدت أنا عم بحكي الحقيقة الحقيقة اللي أنا شايفتها وعايشتها أنا ما فيني يكون خارج مصر وأحكي عن مصر أنا بدي يكون آه بس أنت كان اختيارك أن أنت تكوني موجودة في سوريا وتسيبي كل شيء وتعودي في سوريا في الوقت ده بلدي ما كانش واجب احترام اللي اختار اختيار تاني أنا قلتلك مع احترامي للآخر يعني حد مثلا زي الفنانة أصالة عمري بقلة وقتها بيتها وزوجها وأولادها ومدارس أولادها وكل شيء في حياتها موجود هنا أنا بيوم الأيام قلتني احترام أي شخص ولا بحياتي ولا بحياتي لا أنا مش قصدي على احترام شخص أنا بقصد احترام اختيار ولا بحياتي يعني الاختار يكون موجود هنا هل ده يقلل أول كلمة قلتني احترامي لكل الخيارات وعلى فكرة ممكن للناس اللي سافرت خارج سوريا هي ضد الدولة نهائيا نهائيا وأنا قلت دائما وبقول من أول لحظة بس الناس لحتى تعمل فتنة لحتى تعمل مشاكل بالإعلام وبالسوشيال ميديا بيقولوا فلان حكا وفلان حكا وفلان حكا ولا مرة بحياتي وطبيعتي أصلا كشخص لا بقلل من احترام أي خيار كان ولا من أي وجهة نظل أنا من حق يحكي الحقيقة أنا من حق يحكي اللي شايفته أنا من حق يدافع عن بلدي وقت بتكون بلدي اللي فيها فكر وثقافة وحضارة تروح باتجاه إخواني بشكل أو بآخر من عدة سنوات لما انسئل عن هالموضوع وما كنت حب انسئل عنه بس كنت قول ليش عم نحكي بالماضي تا عم نحكي بالحاضر شفنا اللي صار وشفنا اللي صار بالدول المجاورة وتعلمنا وعرفنا أنه اللي صار مانو ربيع أنتي كنت داعينها البشار الأسد خوفا من طيار الإسلام السياسي السيد الرئيس هو بالنسبة لأنه صمام أمان وأكيد البديل المعروف اللي كل الدنيا بتعرفه عنه حاولوا أنه ينعموا عنه أنه هو البديل هو إخواني أكيد فلأ أنا بهمني مصلحة بلدي والسيد الرئيس بشخصه المتمثل بهذا المكان كحالة سيادية فهو أكيد صمام الأمان أكيد ما في إنسان بدون ولا 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 هذا بالأخير شيء قدري وعادي جدا هي قصة مو تقديس شخص بقدر ما هو تقديس وطن وخوف على وطن ترجمة نانسي قنقر